موسيقى موسيقى اهلا بكم الى اخبار عمان من مركز الاخبار بتلفزيون سلطناة عمان اهلا بكم ومن ابرز العنوين الميزانية العامة لعام 2016 تحفز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الانفاق الانمائي على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية موسيقى اضافة لمصادر الدخل المحلي احدى عشرة منطقة تعدينية تأكد وجود معدن الذهب فيها متاحة امام المستثمرين موسيقى محافظة مسندم والبرامي تشهدان هطول امطار متفاوتة الغزارة مع بدء تأثر شمال السلطنة باقدود المنخفض الجوي موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل في استعراضها لنتائج السنة المالية 2015 واهم ملامح تقديرات الميزانية للسنة المالية 2016 اكد بيان الوزارة المالية ان الميزانية العامة لعام 2016 وتستهدف ميزانية هذا العام تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الانفاق الانمائي على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على مستوى الخدمات الاساسية للمجتمع تسعى الموازنة العامة في عام 2016 لتحقيق مجموعة من الغايات الاساسية بما ينسجم مع الاطار الكلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة بمجموعة من الاهداف يأتي في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الانفاق الانمائي على المشروعات ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على مستوى الخدمات الاساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع والعمل على ترشيد الانفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته والوصول به الى مستوى قابل للاستدامة والعمل على اعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في اجمال الايرادات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية ورفع كفاءة الاداء للشركات الحكومية من خلال تأسيس شركات قابضة تعمل وفقا لمبادئ حوكمة جيدة وتبلغ الايرادات العامة في الميزانية ثمانية مليارات وستمائة مليون ريال عماني وتتكون من ايرادات النفط والغاز بنسبة اثنين وسبعين بالمئة في حين تبلغ الايرادات غير النفطية نسبة ثمانية وعشرين بالمئة اما الانفاق العام فيقدر بنحو اثني عشر مليار ريال عماني ويتركز في مصرفات انتاج النفط والغاز بنحو مليار وثمانمائة مليون ريال عماني والمصرفات الجارية في الوزارات الحكومية باكثر من اربعة مليارات وستمائة مليون ريال عماني وقدر الصرف على المشروعات الانمائية بنحو مليار وثلاثمائة وخمسين مليون ريال عماني بينما بلغت مصرفات الامن والدفاع ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني وانخفضت مصرفات الدعم بنسبة اربعة وستين بالمئة لتصئد الى اربعمائة مليون ريال عماني وحظي قطاع التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بحصة تبلغ نحو اربعة مليارات ريال عماني منها نحو مليارين وخمسمائة مليون ريال عماني لقطاع التعليم ومبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال عماني لقطاع الصحة ومبلغ مائة وثلاثة وستين مليون ريال عماني لقطاع الرعاية الاجتماعية وسيتم البدء في تنفيذ برنامج لتخصيص بعض الأصول الحكومية خلال عام 2016 فور الانتهاء من الدراسة الاستشارية الجاري إعدادها حاليا ومن المقدر أن يبلغ عكز الموازنة نحو ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال عماني وسيتم تغطية العكز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية لمواجهة عكز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية منها تحسين الإرادات غير النفطية التي تشمل رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وتعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإجارات وتعديل رسوم تسجيل وتقديد المركبات ورخص القيادة وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية كما تتضمن الإجراءات ترشيدة وتخفيض الإنفاق من خلال تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية ووقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية وتأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية وإلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ووقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة النقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة وحضر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف استهلاك الوقود من جانبها صدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بيانا يستعرض وهم مرتكزات واهدف خطة التنمية الخمسية التاسعة البيان أشار إلى أن الخطة تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 وتمهد للرؤية المستقبلية عمان 2040 توجهات ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة جاءت للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته رؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولا إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحولية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين كما تولي الخطة أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد وستعتمد الخطة أيضا على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود 3% في المتوسط وتحقيق الاستثمارات الإجمالية بمتوسط يبلغ 8 مليارات و200 مليون ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو 5% حيث سيبلغ المتوسط السنوي الإجمالي الاستثمارات المستهدفة نحو 28% من إجمال الناتج المحلي الإجمالي وستصل إلى نحو 41 مليار ريال عماني على مدى سنوات الخطة ويتوقع أن تنمل انشطة غير النفطية بنحو 4.3% بينما يقدر أن تشهد الانشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ 2.10% متوقعة انخفاض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 26% وانخفاض متوسط نسبة مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي لتصل إلى 2.4% كما تتوقع الخطة وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 28 مليار و6 ملايين ريال عماني في المتوسط مع المحافظة على معدلات تضخم آمنة ومستقرة في حدود 2.9% سنويا ومن المتوقع أيضا أن يحقق قطاع الصناعة التحولية معادلات نمو بنسبة 6% وأن يحقق قطاع الثروة السمكية نسبة 6.5% بينما سيحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة يبلغ في المتوسط 6% ويتوقع أن ترتفع جملة استثمارات القطاع العام إلى نحو 20 مليار ريال عماني أي ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة الخمسية التاسعة فيما ترتفع الحصة النسبية للقطاع الخاص في إجمال استثمارات البرنامج الاستثماري إلى نحو 52% مسجلة نحو 21 مليار ريال عماني وسيتم التركيز في البرنامج الإلمائي للوزارات المدنية والجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الثلاثة الأولى من الخطة التاسعة على استكمال تنفيذ المشروعات المرحلة من الخطة الثامنة والبالغة حوالي 8 مليارات ريال عماني إلى جانب ملياري ريال عماني يتم تخصيصها لتغطية المشروعات الملحة والتي تخدم المواطن خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الضرورية الأخرى ويتم النظر في المشروعات الجديدة بعد مضي السنوات الثلاثة الأولى وذلك وفقا للآلية الجديدة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط باتباع منهجية الموازنة الصفرية بحيث يتم تخصيص الاعتمادات لكل مشروع بعد استكمال إعداد دراسات الجدوى التفصيلية حولها وسيتم طرح عدد من المشروعات التي كانت ستنفذها الحكومة منفردة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص أو بالشراكة بينه وبين القطاع العام منها الأعمال المتعلقة بمشروع القطار والمنشآت السياحية بميناء السلطان قابوس ومشروع ميناء شناس ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية في الظاهرة إلى جانب عدد من المشاريع السياحية وعدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع السمكي إضافة إلى إعطاء الفرصة الأكبر وبعض التسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء بعض الخدمات بجودة عالية مثل المدارس الخاصة والمستشفيات أحدى عشرة منطقة تعدينية تأكد وجود معدني الذهب والنحاس فيها في مناطق مختلفة من السلطنة وستكون هذه المعادن النفيسة متاحة أمام المستثمرين للاستفادة من عوائلها الاقتصادية لرفض ميزانية الدولة لسيما مع تراجع أسعار النفط مرحلة جديدة تستوجب تنويع مصادر الدخل والتوجه بها من الاعتماد الكلي على النفط إلى استثمار الموارد المعدنية الأخرى المختزنة في باطن الأرض دراسات الهيئة العامة للتعدين تشير إلى إمكانية توفر كميات تجارية من معدني الذهب والنحاس في تتابع صخور الأفيوليت الممتد من محافظة شمال الشرقية إلى أقصى الشمال في ولاية شناص حتى نقول بأن هذه الاكتشافات اقتصادية لابد من إجراء دراسات تفصيلية على هذه المواقع هذه الدراسات تفصيلية تجتمل على أعمال حفر قوفي ماسي وأخذ عينات من تحت سطح الأرض هذه العينات تحلل وبالتالي نتيجة هذه الدراسات تعمل أيضا دراسات تسمى بدراسة القدوة الاقتصادية لهذه المشاريع جهود الاستثمار قسمت منطقة الاكتشافات إلى إحدى عشرة منطقة تعدينية لتعظيم عوائدها الاقتصادية لا سيما مع تأكد وجود معدن الذهب في مناطق متفرقة بشمال عمان الذهب يتواقد في السلطنة على طريقتين إما أن يتواقد الذهب مصاحبا للنحاس ويكون في هذه الحالة موجودا في باطن الأرض وأما أن يكون موجود الذهب موجود في الطبقة المؤكسدة من خام النحاس على السطح بحث حقيقي عن خام الذهب يترجم جدية الحكومة في الاستثمار بالاستعانة بالشركات المتخصصة ذات القدرة المالية والخبرة الفنية الإقراءات التي سوف تتخذها الهيئة للتعظيم هذه الفائدة هو قيام صناعات محلية وهذا توجه حقيقة الآن الهيئة تتخذ هذا الإقراء في إصدار التراخيص التعدينية التي تعتمد على قيام صناعات محلية على هذه الخامات المعدنية جبال عمانة والتي تشكل نسبة كبيرة من البيئة الجغرافية العمانية تشكل ثروة معدنية تبحث عن من يستثمر خاماتها على الوجه الذي يدخلها ضمن نسب الدخل الوطنية انتصار بنت حبيب الشبلية مصقط ولمتابعة هذا الموضوع معنا في الستوديو الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب حياك الله أستاذ أحمد الله يحياكم يا مرحب أستاذ أحمد طبيعة التحولات التي يمكن للذهب أن يحدثها في اقتصار السلطنة بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة طبعا في ظلة توجه الآن السلطنة لبحث عن مصادر أخرى للدخل طبعا قطاع الذهب أو ما يطلق عليه بالمعدن النفيس كان اكتشافه منذ تقريبا 94 وليس حدث جديد وإنما كانت نسبة الإنتاج كانت طئيلة جدا لا يمكن أيضا أن يستفاد منها على مستوى كجانب اقتصادي عندما بدت هذه الاكتشافات طبعا لا يمكن يكتشاف الذهب كمعدن بروحه منفصل وإنما هو آتي من مشتقات النحاس فياتي النحاس ثم يخرج منها قضيتها يعني موضوع الذهب اكتشف تقريبا يعني لو كانت البيانات أنا ما اطلعت على التقرير الذي وجد لكن تقريبا ما يقارب إلى مليون ومئتين وسبع وعشرين مليون طن من الذهب كان من بدايات الـ 94 الاكتشاف موجود عدم الاهتمام فيه بأن يخرج يعني أداه من أدوات الاقتصاد ربما كانت الفترة الماضية نحن في وضع آخر مختلف من الإمكانيات المادية والاقتصادية ولكن آن الأوان الآن لعادة النظر في هذا المعدن باستخراج ليكون أحدى مصادر الدخل نعم سيد أحمد كيف يمكن البدء الحقيقي للاستثمار في هذا المعدن النفيس وإيضا في المعادن الأخرى المتوفرة في السلطنة الحقيقة لا أخفيكم بأن السلطنة تتمتع بصناعات متعددة في مجال المعادن وبعد ما أتت اللانة التي هي العامة للمعادن للتعدين أصبحت الآن جهاز منفصل مستقل إداريا وماليا دليل أن هناك توقف مباشر الحكومة لإيقاد قانون ونظم وتشريعات لهذا المعدن حتى التوقف الآن الموجود أن يكون نسبة النمو في هذا القطاع تقريبا 6% وفق ما أورد في الخطة 25% التي هي الخطة التاسعة وأيضا كذلك أن يصل بنهاية الخطة 2020 إلى حدود تقريبا 35% إذن القطاع واعد ووجود عدة مقالات للاستثمار في قطاع التعدين الحقيقة هناك فرص واعدة جدا ربما نحن نركز على القزم ما يتعلق بي أيضا الصناعات التابعة دول الخليج تصدر أضعاف أضعاف ما نحن نصدره مع العلم أنه نحن في سلطنة عنام نملك أكثر من 90% من المعادن النفيسة الغير متوفرة في الخليج لكن إلى اللان لم نضع اليد عليها حتى نجدها كمصدر من المصادر وما اكتشف إلا 11 فقط موقع ولكن لازالت هناك مواقع وهذا يبشر بالخير بوجود تنوع مصادر الدخل طيب ما هي أبرز التحديات التي تؤخر الاستفادة القصوى من هذا القطاع من قطاع التعديم بالتحديد الحقيقة التحديات لازلنا نتحدث عنها كثيرا ويمكن أغلبها هي قضية التسهيلات قضية التشريعات قضية القوانين لازالت هذا إحدى المعاوقات الموجودة الآن أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأقنبي حتى نكون على أكثر الشفافية في هذا الموضوع نحن نواقع إقراءات معقدة في قطاع الاستثمار في هذا المجال ويمكن في المجالات الأخرى الكثير جدا فبحاجة إلى عدة أشياء تسهيل إقراءات يجب مراقعة أيضا الضرائب التي فرضت الآن على قطاع التعديم يجب أن نبحث عن أفضل الوسائل التقنية الحديثة لكي يسهل علينا أيضا استخراج هذا المعدن النفيس المعدن النفيس ليس بسهل أن تكتشفوه أو تستخرقوه بأدوات سهلة جدا وإنما بحاجة إلى مراقعة شامل يجب أيضا إذا كنا هذه الخطة ستعطي روية الخطة التاسعة إلى 16-20 نعني إذا أردنا أن نوصل إلى 35% بالإقراءات الحالية لا يمكن تحقيقها أكون واضح وصريح جدا بالنظم الحالية والقوانين الحالية لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بعادة هيكلة النظم مرة أخرى حتى نستطيع أن نصحح هذا المسار الاقتصادي لتحقيق الهدف الذي هو في نهاية 2020 أن نصل إلى 35% نعم أستاذ أحمد نلاحظ توجه الدول نحو فتح المجال الاستثمار في هذا القطاع أليس من الأجدى أن يكون الاستثمار حكومي بحت؟ سؤال مهم جدا الحقيقة نحن نهرب الآن من أي استثمار حكومي في ظل الطروف الراهنة وإنما يجب أن يعطى القطاع الخاص يعني كافة الصلاحيات وأن يكون شريك في المرحل القادمة لم يعد للحكومة اللان إمكانيات أن تكون هي من تدير هذا القطاع لدينا عدة تجارة في قطاع التعدين وحكومي بحت يعني شركة للتعدين عندنا شركة للكروم وكلها شركات حكومية هذه الشركات إلى اللان لما يتعدى قيمتها المضافي الاقتصاد الوطني شيء يذكر إذن طلت البرقراطية في القطاع الحكومي لا يمكن أن يحقق نجاح وإنما القطاع الخاص يجب أن أعطيها الفرصة الكبيرة جدا ليستثمر الجزء الثاني الشركات الأهلية التي تعمل في قطاع المحاقر والتعدين لا زالت شركات يعني لم تؤهل أن تكون شركة قادرة أن تكون شركات عالمية هذا واحد محتاج إلى استقطاب شركات أقنبية عالمية وشركات حقيقية وليست شركات مستترى بأسماء عمانيين وإنما شركات حقيقية قادرة على أن تساهم في قطاع التعدين بمساهمة حقيقية جدا الدور الحكومة دور المنظم والدور الذي يضع القوانين والتشريعات الميسرة السهلة جدا لأجل أن يكون هذا القطاع أحدى مصادر تنويع الدخل والذي نعتمد عليه اعتمد كله في المرحل القادم يميل جدا ندن الخبير الاقتصادي أحمد بسعيد كشوب شكرا جزيلا حياكم الله شكرا جزيلا بدأت تاثيرات أخدود المنخفض الجوي اليوم على محافظات شمال السلطنة حيث هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظة مسندم سالت على إثرها الأودية والشعاب كما هطلت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على محافظة البريمي وكانت آخر خرائط الطقس أشارت إلى تأثير أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي حيث يكون الطقس غائما جزئيا على محافظة مسندم اعتبارا من اليوم مع احتمال هطل أمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة ومن المحتمل أن يمتد التأثير تدريجيا على محافظات مصقة والشمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها ومتابعة لتأثير السلطنة نحن بالأخدود الجوي معنا عبر الهاتف محمود بن أصر البوسعيدي إخصائي أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني بعد الترحيب بك ما هي آخر المعلومات المتوفرة عن المنخفض الجوي نعم أختي الحمد لله ثلاث أمطار الخير والبركة على محافظة مسندم ومحافظات شمال الباطنة بشكل عام في 12 ساعة الماضية بكميات أمطار متفاوتة بلغت 21 مليمتر في خصب و8 مليمتر في دبا و1 بارس الأربعة في البريمي طبعا لا تزال الأقواء غائمة إلى غاية مجزين على معظم المناطق الشمالية للسلطنة وعلى سواح البحر عمال طبعا مع وجود فرص الهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة هذا المساء قد تكون رعاية أحيانا ومصحوب رياح ناشطة وتصافة لحبات البرد في بعض الأحيان إذن هناك أمطار حاليا في مسندم والبريمي ما هي توقعات التأثير على بقية المحافظات؟ طبعا المحافظات في أقصى الشمال تحديدا محافظة مسندم وأقصى محافظات الشمال طبعا نقدر نقول أن التأثير المباشر للأخدود قد انتهى بهذا الكميات المساقلة حتى الآن ولكن هنا تأثيرات غير مباشرة طبعا بهو برياح الشمالي الغربية وطبعا في الصباح الباكر لا بد من تواجد بعض الصحبة الطبقية المنخفضة والضباب قد تود إلى حدوث رشات متفاوتة ومتفرقة طبعا أيضا من المتوقع على بقية مناطق السلطنة أن يستمر التأثير بأمطار متفاوتة الغزارة على سواح البحر عمان ومحافظة مسقط وقنوب وشمال الباطن وقبال الحقر والمناطق المقاورة لها لغاية مساء يوم الغد إن شاء الله طبعا مع وجود هذه الأقواء وهذا النزول المطافي بعض المناطق قد يثير الغبار والأتربة بفعل حركة الرياح طبعا وخصوصا على المناطق الصحراوية المكشوة بما فيها محافظة الوسطى والظاهرة جميل جدا الفاضل محمود حدثنا عن تأثير المنخفضة على حالة البحر وكمية الأمطار المتوقعة طبعا خلينا في كمية الأمطار المتوقعة طبعا كان لمحافظة مسندم والمحافظات في أقصى الشمال أقصى شمال الباطنة طبعا بما أن المنخفضات الشتوية يكون لها نصيب الأسر في معظم الأحيان أما فيما يخص المناطق جنوب الباطنة محافظة مسقط وما قاورها من المناطق طبعا نصف الحادث بأمطار متفاوتة متفرقة الغزارة طبعا متفائلين بكمية أمطار قيدة ولكن لا ترقى لأن تكون مثل مناطق في الأقصى الشمال مثل محافظة مسندم الفاضل محمود بن ناصر البوسعيدي أغصائي أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني شكرا جزيلا لك فترة الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل مصفات العبريين بولاية الحمراء محطة جذب لهواة المشي الجبلي أهلا وسهلا بكم مجددا جملة من الجوائز حازت عليها مسرحية المزار لفئة ذوي الإعاقة من السلطنة إلى جانب فوزها بجائزة أفضل مسرحية للمهرجان المسرحي الرابع لفئة ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي جرى ذلك في حفل ختام المهرجان المسرحي الرابع والذي يقيم على مدى أسبوع بمسرح الكلية التقنية العليا بمسقط بعد أسبوع حافل بعروض المسرحيات لذوي الإعاقة لدول الخليج العربية ها هو الأسبوع يطوي صفحته الأخيرة بفوز مسرحية المزار لسلطنة عبان ذهبت الجائزة إلى سلطنة عمان مسرحية المزار إلى جانب جائزة أفضل مسرحية أعلن عن قوائز أخرى للأعمال المصاحبة عن كل مسرحية للدول المشاركة ورغم أن مسرحية المزار حازت على الجائزة إلا أنها خطفت مجموعة من القوائز الأخرى وهي أفضل مؤلف وأفضل مخرج وأفضل ممثل وهو فيصل الحارثي وعمران الرحبي لدور خادم الضريح وأفضل عمل للأزياء والإكسسوارات أيضا ذهبت للمسرحية نفسها النول ونصف ساعات حلم وقرية الصلاح وطاحة في الفخ والأعضاء عنوين لمسرحيات الدول المشاركة وكانت نموذجا للإبداع من فئة ذوي العاقة تفاعل معها الجمهور ولاقت استحسانا كبيرا المهرجان خرج بعدد من التوصيات ضرورة الاهتمام بهذا المهرجان الهام والاستعداد له بفترة زمنية مناسبة اثنين توصي اللقنة وتناشد وزارات الشؤون الاجتماعية أو التنميل الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي لإقامة مهرجانات محلية لذوي العاقة في كل دولة من دول المجلس وتكون سنويا هذه المسرحيات الهادفة ضمت في ثناياها إبداعات ممثلين كانوا من ذوي العاقة برعوا في الفن وأثبتوا أن العاقة لا وجود لها مع العزيمة والإصرار إبراهيم بن سالم الهادي من الكلية التقنية بالخوير بمحافظة مسقط سجلت دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناع أكثر من ثمانية ألاف طلب لتسجيل العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية وحق المؤلف خلال العام الماضي الطلبات تركزت في مجال العلامات التجارية التي بلغت سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعين طلبا نحو ثمانية آلاف طلب لتسجيل العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية وحق المؤلف استقبلتها دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة العام الماضي وتركزت الطلبات في مجال العلامات التجارية التي بلغت سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعين طلبا ثم طلبات البراءات التي وصلت إلى ثلاثمائة وثلاثة وأربعين طلبا بينما بلغت طلبات في مجال حق المؤلف مائتين واثنى عشر طلبا متقدمة على النماذج الصناعية التي بلغت طلباتها واحدا وعشرين طلبا وتسعى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إلى حماية الملكية الفكرية في السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية والتسجيع وجذب الاستثمارات الخارجية وحماية العلامة من السرقة والنسخ والقرصنة والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت وتمثل الملكية الفكرية أهمية كبيرة في حياة كل فرد سواء من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية وأهميتها تكمن في رفع المعيشة لدى الأفراد وتغيير سياسات الدول وزيادة الاستثمارات وتوفير الصحة العامة واحترام حقوق الآخرين من جانب آخر أصدر قسم الرقابة على المنشآة التجارية بدائرة التدقيق والرقابة على المنشآة التجارية بوزارة التجارة والصناع العام الماضي سبعا وثلاثين ترخيصا إداريا لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة وتم التحقق من عقد ثماني وثمانين جمعية عامة عادية وغير عادية وعامة التأسيسية والتحقق من مائة وتسعة وستين عقدا لاجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية ويأتي هذا الترخيص من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين وغير العمانيين على تأسيس شركات مساهمة مقفلة وتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما يعود إليهم بالمنفعة العامة كرمت جمعية صحفيين العمانية 23 عضوا أكمل المستوى الرابع في برنامج اللغة الإنجليزية الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز اللغات بالكلية التقنية العليا البرنامج يأتي في إطار خطط الجمعية في تطوير مهارات العضاء في الكتابة الإعلامية باللغة الإنجليزية نظرا لما تتطلبه مهنتهم من التعامل مع أشخاص يتحدثون باللغة الإنجليزية لاحظنا اليوم أن هناك عدد التحق برنامج اللغة الإنجليزية وهذه فقط أحد البرامج البسيطة التي تقوم فيها وتشرف عليها الجمعية طبعا بالتعاون مع الوزارة والكلية ولكن هناك عدة برامج أخرى سمعنا عنها اليوم وأيضا هناك برامج ابتعاث فلا يقف دور الجمعية فقط عند حد التدريب ولكن التدريب والتأهيل كذلك وفي الواقع هذا هو الاستثمار الحقيقي الاستثمار الحقيقي في الصحفيين والكتاب العمانيين حتى يقوموا بأدوارهم في الرسالة الإعلامية الهادفة والمسؤولة التي سوف ترفع من شأن البلد إن شاء الله قدم مثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مصقة تمويل لناقل الوطني العماني لشراء الثاني طائرة بوينغ 787 دريم لاينز ونجح البنك في إتمام هذه الصفقة وفق معايير وإجراءات قانونية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ليؤكد قدرته على تمويل الصفقات التجارية على كافة المستويات أخبار عمان مستمرة وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات جمال الطبيعة المتناغمة مع البساتين الخضراء والميا جعلت من قرية مسفات العبريين محطة جذب لهواة المشي الجبلي مجموعة من المشات جعلوا من القرية الواقعة في ولاية الحمراء مسارا لهم ليكتشفوا أسرار الطبيعة الجبلية والحياة فيها قادت الأرجل هؤلاء المشاه إلى شق مسارهم على سفوح قرية مسفات العبريين ليكتشفوا معالمها وأسرار طبيعتها الجبلية الخلابة 45 ماشيا تجمعوا ليقطعوا مسارا يقارب الخمسة كيلومترات يخترقون خلالها مسار المزارع والبساتين التي تحف بالقرية على حافة الوادي وهو مسار احتوى مشاهد جمالية متنوعة مسارات المشي التي تعتبر ذات مستوى عالي ويقارب العالمية من ناحية الجماليات الموجودة في المسار المنطقة القريمة والتنوع الموجود في المسار ودرجة صعوبته وطول المسار نفس الشي الذي يقطع المشاركين ولم يكن المكان للماشين في هذا التجمع فحسب بل أن المكان كان مثاليا لاستقطاب السواح حيث جداول المياه المنتشرة والتي تعكس حرفة الأجداد العمانيين في شق الأفلاج أنا فعلا دهشت بطريقة الري اللي نابع من نبع يعني أنا وصلت حتى إلى مصدر النبع وكنت مستغرب من هذا المصدر اللي ينبع من آلاف السنين ثم طريق الأفلاج الفلج اللي هو يوصل الماء إلى كل أطراف المزارع كما أن القرية مع جذبها السياحي كانت عامرة بأهلها الذين عكسوا قيمة تمسك الأهالي بموروثهم المكاني العريق ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا لمسة جمالية للمرافق من خلال إنشائها بمكونات البيئة المحيطة الأهالي حافظوا على هذا الشيء وتناقلوها جيلا بعد جيلا إلى اليوم نفس الأهكالات الشعبية مثلا موجودة طقوس أو عراف العالية الاجتماعية الزواج والأعيات الدينية نفس اللي كانت تمارس السابق لازالت تمارس إلى اليوم بنفس الشيء حرفيات موجودة ولو إنها قلت لكن فيه شيء آخر فيه استمرارية مثل ما ذكرت سابقا إن الناس تورث هذا الشيء للأجيال القادمة وإحنا بدورنا ممكن نضيف عليه ونورثه للأجيال اللي بعد إن شاء الله مصفات العبريين محطة تلهم عشاق الطبيعة ليزوروها وهي فسحة لهواث الاكتشاف لسبري أغوارها هنا يقف الجمال ليعكس روعة الطبيعة وتقف البساتين لتقول للزائر أنها شاهد من شواهد جمال البيئة العمانية عبر ماضيها وحاضرها مع جداول هذه المياه تجتمع الخضرة وفسحة الجبال هكذا هي مصفات العبريين تقع شامخة على سفح جبال الحجر الغربي بالسلطنة لتلفزيون سلطنة عمان موسى بن جعفر اللواتي لا تزال ظاهرة وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية بولاية البريمي تشكل عامل قلق كبير للسكان نظرا لما تسببه من مخاطر على الأطفال بوجه خاص كما أن الوقوف أو وقوف هذه الشاحنات في الطرقات الرئيسية يؤدي لتشويه المنظر العام لم تخل منها شوارعنا يوما وفي حاراتنا اتخذت لها بيتا دائما تقتل فيه وإن كان ذلك بطريقة غير قانونية السيارتها مزعجة هزعجتنا وقف داخل الشوارع وتعرض أطفالنا لتخششون تحتها وفي أشياء ثانية مثلا حتى الضرك عند توقف سيارك ولا شيء ما تلقى مكان هزعجون هزعاج هزعاج كبير يعني الأمر لم يقف عند هذا الحد فهذا المشهد يلخص لنا جانبا آخر من الجوانب السلبية لوجود الشاحنات والمستودعات وسط الأحياء السكنية وجود المستودعات في وسط الولاية أعتقد هو السبب الرئيسي لجلب هذه الشاحنات أعتقد أن وجود أرض مخصصة خارج مركز الولاية أو مركز مدينة البريمي بالأخص ولتكون في المنطقة الصناعية هي الحل المناسب بحيث أن ما تكون هناك شاحنات إلا للضرورة القصوى الشاحنات التي هي مثل شاحنات البناء أو السيارات التي تحتاجها المواطن بشكل أساسي الشوارع أيضا لم تسلم منها فحفرة هنا وأخرى هناك وتشققات أخذت أشكالا عديدة يستمر بذلك مسلسل أزعج المواطنين كثيرا فيترى هل من بارقة أمل لإنهاء حلقاته المستمرة المجلس البلدي أخذ خطوات في ثلاث جوانب مهمة تختص بهذا الموضوع اللي هو وقوف الشاحنات في توصية بعدم إدخال الشاحنات للحين نحن ما حصلنا رد عليها الشيء الآخر وجود العمالة مرتبط أيضا بالشاحنات وجود العمالة الأجنبية في وسط الأحياء السكنية هو ما يزيد ويشجع السايقين للدخول والولوج إلى مركز الولايات هناك شيء آخر وهو نقل المستودعات إذا نقلت هذه المستودعات أعتقد ما بيكون هناك مسبب لدخول هذه الشاحنات جهود حثيثة بذلها الأهالي وتوصيات رفعت إلى بعض الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة إلا أننا وإلى وقتنا هذا لم نر شيئا ملموسا يبشر بانتهائها والأدهى والأمر من ذلك أن هذه الظاهرة لا زالت تتفاقم يوما بعد يوم أنور بن زاهر الغريبي من ولاية البوريمي زيادة مستوى الاهتمام بحارة العقر في ولاية نزوة من خلال الاستثمار السياحي أبرز ما يتطلع إليه شباب الولاية جاء ذلك خلال تنفيذ معسكر عمل بالحارة شمل أعمال التنظيف والتوعية وسط مشاركة واسعة للمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد حارة العقر المتصلة مباشرة بالشهباء قلعة نزوة يفوح من بين جنبات معالمها تاريخ زكي يسطر إرثا عظيما وسيرة عطرة دفعت بشباب نزوة للاهتمام بالنظافة العامة للحارة وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية بالولاية الفكرة المعسكر هي إيصال الموضوع لأهالي الولاية للحفاظ على مقتسبات هذه الأقرية فتم التنسيق مع وزارة التراث الثقافة والأخوة في المجلس البلدي وبعض أهالي الولاية لإقامة معسكر يتم خلاله تنظيف وإبلاغ الأهالي بهمية هذا الموقع الأثري لحفاظ عليه الشباب وهم يؤدون واجبهم اتجاه مكان تاريخي يضم في مكوناته أقدم المساجد التاريخية في الولاية ذلك هو مسجد الشواذنة الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري يتطلعون إلى اهتمام أوسع بهذه الحارة ويبعثون برسائل ذات أهمية نتمنى أن تستغل هذه المباني القديمة كأن تطور وإعادة صياغتها في استثمارها كمطاعم سياحية تراثية كفنادق أيضا سياحية تراثية وقهود الشباب وتكاتفهم جزاهم الله الفخير أصبحت الحارة الآن في أبهى حللها فنناشد جميع ملاك العقار بالتأكيد على المستأجرين بضرورة المحافظة على هذه النظافة همة عالية وعمل دؤوب وتفاعل مجتمعي بدى واضحا خلال تنفيذ معسكر العمل الذي أعاد للحارة بهاءها اهتمام الشباب والمؤسسات العامة والخاصة في ولاية نزوى بالحارات القديمة يعكس أهمية المحافظة على ما تزخر به الولاية من معالم تاريخية وتراثية ويبقى ما قدمه الشباب والمؤسسات لحارة العقر بولاية نزوى نموذجا يدفع نحو الاهتمام بالحارات العمانية المنتشرة في ربوع السلطنة فهي تشكل جزءا من التاريخ العماني التليد سعيد بنذيب الهنائي محافظة الداخلية ولاية نزوى مع انخفاض درجة الحرارة يبدأ المزارعون في ولاية دمى وطائيين بموسم تلقيح النخيل نخلة غال هي الأسبق في عمليات التلقيح حيث يتم جنيو رطبها محلول فصل الصيف على مدخل ولاية دمى وطائيين النخيل الباسقات ذات الظلال الوارفة تحرسها الجبال السامقة على ضفاف الواد الصافي مشهد آخر يلوح به الصباح الوالد ناصر وثلة من مزارعي البلدة يرتقبون طلع النخيل ليستبشروا بثمارها في موسم منتظر لكن الصباح عادنا حماية قينا شيئا متأودين نصبح من نصبح صبح يا الله على البين القهوة الريوخ نالقع بعد بعدين نبدي النخيل أو نبادي نحن أقول ما شبينا شبينا على النخلة ما يجينا يكون نصبح صبح ما يسعرين النخل ونعرف بثامر ما ثامر حتى نفاح هذه البداية لثمرة النخيل اليانعة تلقيح طلع النخيل بوضع النبات عليه طريقة تتطلب دقة في الإنجاز توارثها هؤلاء المزارعون أبا عن جد كلما إذا وجب هذا الطائل القب يأقعن اللحاف الغشاء هذاك المقالب الشغراب ثم أني يقابل النبات سواء النبات يكساعه يعني نتائي أو أنه يابس تنبت نغال لكن النخلة النغال لها واحد النخلة خاصة في ولاية الدماء والطائم تتصدر جميع أصناف الزراعة الموجودة في الولاية لذلك اتخذت الولاية نخلة النغال شعارا لها وكالعادة بداية الموسم بنخلة نغال ثمرتها عرفت بجودتها تلك المقومات وغيرها جعلت الأهالي يتخذونها شعارا لبلدتهم الغنية بأصناف أخرى من النخيل بين هذه الظلال الوارفة والأجواء الجميلة الباردة عاش الأهالي وترعرعوا هنا لتصبح النخلة جزءا من حياتهم أحمد بن محمد المعمري من ولاية دماء والطائيين محافظة شمال الشرقية النشرة انتهت وهذا تذكير بالعناوين الميزانية العامة لعام 2016 تحفز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الانفاق الانمائي على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة لمصادر الدخل المحلي إحدى عشرة منطقة تعدينية تأكد وجود معدن الهب فيها متاحة نماما مستثمرين محافظة مسندم والبريمي تشهدان بطول أمطار متفاوتة الغزارة مع بدء تأثر شمال السلطنة بأخدود المنخفض الجوي فترة الإخبار ينتهد شكرا لكم هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار إلى اللقاء مشاهدين كرام أهلا وسهلا بكم إلى النشرة الجوية ومباشرة إلى آخر الصور الجوية استمرار تأثر مناطق شمال السلطنة بأخدود من المنخفض الجوي مع فرص لهطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة عموما على هذه المناطق مباشرة مشاهدين لتوقعت الأجواء لهذه الليلة وبدايتها من العاصمة مسقط حيث تكون الفرص وافرة بهطول أمطار متفاوتات الغزارة ودرجات الحالة تكون مدون العشرين عموما كذلك والحال على جنوب الباطنة وشمال الباطنة تطال هذه الأجواء أيضا محافظة مسندم البريمي وكذلك محافظة الظاهرة محافظة الداخلية أيضا ودرجات الحالة على المناطق الجبلية تكون مدون العشر درجات وشأتان إلى محافظة الشمال الشرقية وفرص لتدفق بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة خصوصا في أواخر الليل وصباح الباكر ودرجات الحالة بين 14 إلى 15 درجة مئوية فصل طول الأمطار على سواح البحر ومان أيضا تكون حاضرة درجات الحالة متوقعة 18 درجة مئوية مباشرة إلى محافظة الوسطى وفرص لتدفق بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة كذلك والحال على شمال المحافظة في محافظة الظفار ودرجات الحالة تكون مدون العشرين وإلى حركات الرياح على بحر العرب متغيرة الاتجاه ومعتدلات السرعة تصل إلى 15 عقدة بالتالي حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج أقصى تفعل له متر ونصف المتر سواحل محافظة كمسندم وحركة الرياح جنوبية غربية نشطات السرعة تصل إلى 30 عقدة حالة البحر بالتالي هائج الموج أقصى تفعل له أربعة أمتار وأخيرا إلى سواحل بحر عمان وحركة الرياح غربية شمالية غربية ونشطات السرعة كذلك تصل إلى 20 عقدة وبالتالي حالة البحر هائج الموجة ستفعل له ثلاثة أمتر هذا كان كل ما لدينا مشاهدين وشكرا لحسن المتابعة